ابدأ الفيلم مع انا وهي وقفة في المطبخ بيتابع الطبخين في يوم افتتاح المطعم بتاعها وبنعرف ان انا شيف محترفة وبتدقى في كل التفاصيل لان النهاردة اخيرا حققت حلمها وبقى عندها مطعمها الخاص اللي دخل فيه بنص الاسهم مع جزها ري واسناء ما هي وقفة بيتابع بيدخل ري وبيسلم عليها وبيتطمن ان كل حاجة ماشية كويس وبيقى منها تسيب المطبخ علشان تيجي تقابل الضيوف المميزين اللي جايين مخصوصي بركله مع المطعم وانا بترفض في الاول لانها عايزة كل حاجة النهاردة تكون مصبوطة بس بعد الحاح ري بتقرر انها تروح معاية استقابل الضيوف وفعلا بتخرج شوية لكنها بتعرف ان فيه مشكلة في المطبخ جوا فبترجع تاني بسرعة وبعد شوية بنشوف ري وهو واقف وبتعرفه إلزا اللي بسكى المطعم ان فيه ضيوف جايين مخصوص ليه فبيروح ري وبيقابل واحد اسمه ميكي وبيكون معاية شخص تاني وميكي بيطلب من ري انه يجي معاية علشان بابا عايز يتكلم معاية لكن ري بيقوله ان النهاردة فتتاح المطعم بتاعي ومش هينفع اسيبه وامشي بس ري بيكون مصمم وبيقوله ان الزعيم أمر انه يشوفك النهاردة يبقى تسيب كل اللي في ايدك ويتيجي وري بيرفض للمرة التانية وبيقوله انه دوم واللي هو يبقى بابا ميكي يبقى صديقي وانا هتصل بيه ونصق معاه كل حاجة وبعد شوية بيمشي ميكي وهو متدايق وبيروح يستنى في الجراش بتاع المطعم وبيتكلم مع الشخص اللي معاه وواحد كمان وبيكونوا عايزين يعرفوا يعملوا ايد الوقتي فبيقولهم ميكي انه بعت لبابا باللي حصل كله ومستني الرد منه ومش هينفع يتحرك ولا يعمل حاجة الا لما يعرف لكن المشكلة ان بابا دلوقتي بيعمل جلسة مساج وهو ما بيحبش حد يزعجه وميكي خايف يتصل بيه وبعدها بنرجع للمطعم تاني وبنشوف انا وهي بتشكر كل الشفات على اليوم العظيم اللي عملوه النهاردة وبتقولهم ان دي مجرد بداية واللي جاي هيكون احسن ليهم كلهم وبعد شوية بيجي راي وبيسألها لو كانت هترجع البيت معايا ولا لأ فبتعرفوا انا انها هتفضل شوية في المطعم علشان عايزة تعمل شوية تجهيزات واكلات لبكرة علشان يبقوا جاهزين وبتقوله انها بعد ما تخلصها ترجع البيت فبيقولها انه هيروح وهياخد إلزة يوصلها في طريقه وبعد شوية بنشوف راي وإلزة وهم في الجراش بتاع العربيات وبيتفاجئ راي ان ميكي والناس اللي معاه لسه وقفين مكانهم استنيينه وبيتكلم ميكي وبيقول لري ان شكل كده فيه حاجة بينه وبين إلزة وانهم مش مجرد زميل في الشغل وبس علشان كده بيقرر يعلمه ازاي يأجل انه يقابل الزعيم دوم وبيخلي الراجل اللي معاه يقتل ليزة وبيقبضوا على راي وميكي بيأمر الاتنين اللي معاه انهم يروحوا على المطعم ويحرقوه وفعلا بينفزوا كلامه وبيروحوا هما الاتنين على المطعم لكن بتكون انا هناك بتعمل التحضيرات بتاعتها ولما بتسمع صوتهم بتستخبى لانها خايفة منهم وبتتصل بري علشان تعرفوا اللي حصل لكن ميكي هو اللي بيرد على التليفون وبيقول لها ان جزدها موجود معاه لحد ما رجالته تخلص مهمة معينة في المطعم عندها وبيقول لها لو انت لسه في المطعم او فيه اي حد من العمال خليهم يمشوا لان محدش هيقدر يوقف اللي احنا بنعمله لكن انا بتقفل استيك في وشه وبتقرر تتعامل بنفسها واول حاجة بتعملها انها بتطفي نور وبتخرج وبتبدأ تدرب فيهم هما الاتنين لحد ما بتقدر تتغلب عليهم وبترجع النور بعد كده وبتاخدهم تحبسهم في تلكت اللحوم وبعدها بتتصل مرة تانية على تليفون ري واللي بيرد ميكي برضو وبتقوله انها عايزة تكلم جزها وميكي بيفضل يقول لها انه هيولع في المطعم بتاعها وان زمان الرجال هتخلص عليها دلوقتي ولما بيبص وراه علشان ينادي على ري بيلاقيه مش موجود وبنعرف ان ري هارب ورجع المطعم تاني علشان يطمن على انا وبيتفاجئ انها مسكة مسدس ومستخبية وانا بتقوله ان المسدس دمعها لحالات الطوارئ بس وهتبقى تفاهموا كل حاجة بعدين وبعد ما بيهدهم الاتنين بتفضل انا تسأل ري مين الناس دول وعايزين مننا ايه فبيعرفها ان الزعيم بتاعهم اسمه دوم وده عنده عصابة ويبقى شخص خطير جدا وهو اتورت معاهم زمان واخد منهم فلوس وصلت لأكتر من مليون دولار ومش عارف يسددهم وكان فاكر انهم مش هيقلبوا الفلوس دي دلوقتي وان المطعم هيساعدوا انه يجيب فلوس ويسدد منها لكن دلوقتي لما مقدرش يسدد بقى عايزين يحرقوا المطعم علشان ياخدوا فلوس التأمين وانا بتتدايق وبتقوله انه شخص كذاب وضحك عليها ومش غريب انه يبقى طلق مرتين قبل كده وبتعرفوا انها مش هتسمح لحد يقرب من المطعم بتاعها مهما حصل وبتنزل واحد من الاقفاص اللي فيه الخضار وبتطلع منه رشاش وري بيقولها انه مش فاهم ايه الاسلحة دي وازاي اصلا قدرت تتغلب على تنين رجالة وهي ستة لوحدها وساعتها بتعترف انا وبتقول لري انه هو مش لوحده اللي عنده اسرار وان هي كمان خبت عليه سر لكن كان بهدف حمايته وبتعرفه انها كانت عميلة سابقة في المخابرات الروسية وعندها خبرة في الفنون القتالية وكل انواع السلاح وهتعرف تدافع عن المطعم كويس وفي الوقت ده بنشوف ميكي وهو بيتصل على الزعيم دوم ودوم بيتضيق وبيقوله انا ما بحبش حد يكلمني اثناء جلسة المساج بتاعتي لكن لما بيعرف اللي حصل بيقرر يقطع الجلسة ويروح بنفسه يشوف الموضوع ده وبيفضل يشتم في ميكي وبيقول عليه فاشل وما بيعرفش يكمل حاجة لوحده ابدا وفي خلال دقايق بيكون دوم وصل ومعه رجالته وبيقول لي ميكي ان دوره انتهى لحد كده وهو اللي هيتصرف دلوقتي وبيبعت رجالته علشان يخلصوا على انا ويحرقوا المطعم ومن الناحية التانية بيكون راي وانا بيتخنقوا مع بعض وكل واحد فيهم بيقول عالتاني كداب وضحك عليه وري بيقول لها انه محتاج يتكلم مع دوم علشان يصلح الموضوع ده وهو متأكد ان دوم هيسمع له وفعلا بيسيب انا وبيروح يقابل دوم في الجراش وبيبدأ راي يقول لي دوم انه محتاج شوية وقت وهيسدد كل الفلوس وهو متفائل بالمطعم ده ودوم بيقول له ان الاربع مطاعم اللي فاته قلت عليهم نفس الكلام وكنت متفائل برضو والمرات دي هي الاخيرة ليك وهنحرق المطعم من غير تفكير وبيعرفوا ان رجالت زمانهم خلصوا المهمة دلوقتي اصلا لكن الحقيقة ان انا كانت جاهزة وقدرت انها تضرب التلاتة اللي بعتهم دوم وتخلص عليهم وبعد كده بتحس انا انهم المرة اللي جاية هيجوا بعدد اكبر وهي هتفضل برضو لوحدها فبتقرر تتصل بصديقة قديمة لها اسمها ميمي وبتقول لها انها فورطة وعايزة مساعدتها وميمي بتقول لها ان دي عادتها دايما انها تقع في المشكلة وتتصل بها تساعدها بس زي كل مرة هتيجي تساعدها وانا بيكون بين عليها التوتر وبتفضل تقول لميمي انها عايزة تشرح ليها سبب اختفاءها الفترة اللي فاتت دي وانها ما كانش قصدها لكن ميمي بترفض تسمعها وبتقول لها الكلام ده ما تقلش في التليفون ولما نشوف بعض نبقى نتعاتب بعدها بنشوف ميكي وهو معايا واحد وبيحاولوا يتسللوا من الباب الخلفي للمطعم ومعيهم ازيز مولوتوف علشان يحرقوا بيها المطعم لكن انا بتسمع صوتهم وبتتسحب وبتخرج تستقبلهم عند الباب الخلفي وبتضرب الراجل اللي معاهي الازيزة ده وبتخليها تقع تحرقه هو وطبعا ميكي بيترعب وبيفضل واقف مكانه بعدها بنشوف ميمي وهي معاها تومي جزها وبناتها اللي اتنين وركبين العربية وفي طريقهم علشان يساعدوا انا وبتقول ميمي الجزها وبناتها اللي هما يبقوا الفريق بتاعها انها بتحب انا وفي وقت من الاوقات كانت اعز صديقة ليها وكانت تعتبر في مقام عليتها كلها لكن دلوقتي هي رايحة تساعدها علشان تعرف تخلص عليها بنفسها بعد اللي عملته فيها وبنشوف بعد كده اتنين جداد بيبعتهم ميكي علشان يقتلوا انا وهم جاري اللي كان بيعمل مساج لدوم ومعاه واحد كمان وبرده بتقدر انا تخلص على الشخص التاني وبتعرف من جاري انه ملوش في اي حاجة وانه مش عارف هو ايه اللي جابه هنا اصلا وانه هو ملوش في القصة دي بس خاف يقول لدوم لا فبتقرر انها تمشيه وفي الوقت ده بيقرر دوم انه يخرج عربية ويقفل بيها الشارع علشان يمنع اي حد يوصل لانا وبيخلي الشخص الاسائق العربية يقفل الطريق ويقول ان فيه تصليحات وفعلا الراجل بيعمل كده وبيمنع اي حد يعدي لحد ما بتوصل ميمي وبتقوله انها رايحة تشوف صاحبتها في اخر الشارع فبيقول لها انه ممنوع حد يعدي لان الشارع بيتصلح فبتقتله ميمي وبتقرر انها تعدي وفي الوقت ده بنشوف راي وانا وهما بيتكلموا مع بعض وري بيقول لها انه ااسف لو كان كذب عليها لكنه كان فاكر انه هيحل الموضوع لوحده وهو دلوقتي مستعد يعمل اي حاجة علشان يحميها وانا بتقوله ان هي كمان هتعمل اي حاجة علشان تحميه وانها مسامحا فبيتصل راي على دوم وبيقوله انه مش هيخرج من المطعم ومش هيسمح له يحرقه فبيتدايق دوم وبيفضل يشتم فري وبيقوله انه هيعرفه ازاي يعمل كده معاه وساعتها بيتصل دوم على صديق ليه اسمه تيري وبيطلم منه يبعت له فرقة قوات خاصة علشان تقطح المطعم وبيعرفه ان التكاليف مفتوحة وهيدفع ليهم اللي هم عايزينه بس يبعت ناس تخلص الموضوع ده وفعلا بعد شوية بتوصل عربيات وبينزل منها ناس مقنعين والقائدة بتاعتهم بتتكلم مع دوم وبتقولهم ان هم مجهزين على اعلى مستوى علشان يتعاملوا مع الموقف اللي زي ده وبتسألوا على عدد الناس اللي قدامهم في المطعم فبيقولهم دوم انها وحدة ست لوحدها فبتستغرب القائدة وبتكون مش عارفة ازاي ست قادرة انها تعمل كل ده لدرجة انه يستعين بيهم فبيعرفها دوم انه هو مخصص عشر تلاف دولار لوحدهم للشخص اللي هيخلص على آنا وفي الوقت ده بيكون ري وآنا بيجهزوا علشان يستقبلوا الفرقة اللي جاي اتخلص عليهم واول من الفريق بيوصل بيتفاجئوا انه نور مقطوع وبيكونوا مش شايفين اي حاجة كويس لكنهم سمعين صوت مياه مفتوحة وبيشوفوا كابل كهرباء محطوط على الارض لكنهم مش بيهتموا وبيفضلوا يمشوا بحضر لحد ما بيشوفوا واحد من الالات بتاعة المطعم وهي بتدور ومربوط فيها حبل متوصل على كابينة الكهرباء والآلة بتفضل تدور لحد ما بتسحب الحبل والكهرباء بتشتغل وساعتها المكان كله بيتكهرب وبيقع عدد كبير من الفريق ده وفجأة بتظهر آنا وبتضرب نار عليهم وهم كمان بيضربوا وبتجري آنا تستخبى لحد ما بتوصل للمكان اللي فيه ري واللي بيكون معاه بندقية هو كمان وبيقتل فيهم لحد ما الفريق بيرمي قنبل الدخان علشان يعرفوا يدخلوا اكتر وبينط ري وآنا وراء البار وبيفضلوا يضربوا في الفريق ويقتلوا فيهم لحد ما بيعرفوا ان الذخيرة اللي مع انا خلصت ويري كمان بيكونت صاب ومش قادر يتحرك من على الارض فبيبصوا هما الاتنين وبيودعوا بعض وبيعرفوا ان خلاص لحظت ان هي قربت وفجأة بيظهر حد من وراء الفريق وبيبدأ يقتل فيهم واحد وراء التاني لحد ما بيخلص على اللي باقي منهم كلهم ولما بتبص انا بتعرف انها ميمي ووصلت اخيرا علشان تساعدها ولما بيقوم واحد من العصابة علشان يقتل ميمي بنلاقيه الضرب بالنار في دماغه وبنعرف ان جزها موجودة على العمارة اللي قدام المطعم ومعاه قناصة ومستني اشارة وبعدها بتفضل انا تشكر في ميمي على المساعدة دي وميمي بتقول لها ان ده واجب الاصدقاء والاصدقاء الحقيقيين هما اللي بيكملوا الطريق للاخر مع صحابهم انما اللي بيهربوا في النص وبيعرضوا صحابهم للخطر وبيسيبوهم سنين من غير ما يعرفوهم حاجة عنهم يبقوا خاونة علشان كده انا جاي اقتلك بنفسي وبتبدأ ميمي تضرب في انا وانا بتدفع عن نفسها وبتقول لها انها لما سابتها في باريس من غير طغطية كانت عارفة ان تومي معاها وميمي بتقول لها ان تومي لا يعتمد عليه وانها كانت نستنية ان صحبتها واهم واحدة في حياتها هي اللي تفضل معاها والاتنين بيفضلوا يضربوا بعض وهم بيتكلموا وكل واحدة بتشرح موقفها للتانية لحد ما بيطلع ميمي مسدس وبتحطه في وش انا وانا مش بتعرف تتصرف في الموقف ده لكن فجأة بيظهر ري وهو معاه البندقية وبيوجهها ناحية ميمي وبيقول لها تسيم مراته بدل ما يضطر يضرب عليها نار وانا بتنازي على ري وبتعرفه ان ميمي صحبتها وانها اكيد مش هتقتلها وميمي بتكون متلغبطة ومش عارفة تعمل ايه لكنها بتنزل المسدس في الاخر وبتقول لها انها تسمحها المراضي وبتطلب منها تطمن عليها وما تبعدش عنها تاني وبعد شوية بنشوف دوم وميكي ابنه وهم وقفين في الجراش وبين عليهم الاحباط بسبب فشل المهمة لحد ما بيظهر واحد من الفريق اللي كانوا جوه وهو بيعرج على رجله وبيفضل ماشي في الجراش لحد ما بيقع على الارض ودوم وميكي بيجروا عليه وبيفضلوا يسألوا ايه اللي حصل جوه لكن فجأة الشخص المرمي على الارض ده بيدرب دوم بالنار وبيقتله وبنعرف انه كان ري وبيضحك عليهم وميكي بيخاف وبيطلع يجري فبتقابله انا في وشه وبتقتله هو كمان وبعدها بتروح تطمن على ري وري بيقول لها ان اللي حصل ده خلاهم ينسوا يحتفلوا بمطعامهم الخاص وبيروحوا على المطعم اللي بقى شكله متكسر ومتبهدل وبيعودوا على ترابيزة وبيتعشوا مع بعض بعد ما كل حاجة خلصت خلاص وبكده بيكون خدس فيلم النهار ده